انطلقت اليوم جلسة متخصصة للجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وناقشت لجنة قضايا التعليم قبل الجامعي وذكرت إدارة الحوار أن الغرض من الجلسات التخصصية هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي اشتركوا في القناة